في غضون بضعة أيام فقط بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 200 حالة 165 منها سجلت في لومبارديا فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 4 وفايات وفي وقت سابق استيقظت إيطاليا على كابوس أول ضحية لفيروس كورونا وهو مسن يبلغ من العمر الثامنة والسبعين عاما توفي في مستشفى شيفونيا في بادوفا بعد خضوعه لعشرة أيام من العلاج بعد ساعة قليلة جاء الإعلان عن تسجيل وفاة ثانية وإصابة حوالي 30 شخصا معظمهم في لومبارديا شمال إيطاليا هذا تطور السريع شكل إنذارا لرفع مستوى التأهب على كل مستويات حيث تقرر اتخاذ تدابر الطارئة من ضمنها إغلاق 11 بلد معظمها في منطقة لومبارديا شماليا ويقطنها 52 ألف نسمة وتم منع الدخول والخروج منها إلا بتطاريح خاصة لكونها تعتبر بؤرا لفيروس كورونا المستجد ولتكون إيطاليا ثالثة بلد في العالم ترتفع فيه الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية فالسبب يعزى دائما بحسب رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى ساكو والأستاذ بجامعة الطيب في ميلانو إلى صعوبة الاكتشاف المبكر عن الإصابة بالفيروس معربا عن أسفه لكون الوضع أضحى أكثر من مؤسف لتفشي هذا الفيروس في المستشفى دون الوعي بذلك فيروس كورونا ينتقل من شخص لآخر أثناء فترة حضانته أي قبل ظهور أعراض المرض على من يحمل فيروس وهو ما يجعل احتواءه التحدي الأكثر صعوبة